اختراعات تقنية طلعت بشكل جنوني وانقرضت مع الوقت في حلقة اليوم سنتناول موضوعا مثيرا ومفاجئا في نفس الوقت وهو الاختراعات التي حلمنا بها كثيرا وتمنينا وجودها لأنها كانت ستفيدنا كثيرا وتريحنا في حياتنا اليومية ولكن المفاجئة هي أن هذه الاختراعات بالفعل تم ابتكارها وبعضها استخدم قبلنا لكنها لم تحظى بالتقدير الكافي واختفت كأنها لم تكن هذه الاختراعات كانت تمثل إنجازات عظيمة ولكن للأسف لم نستفد منها كما ينبغي ولم نستثمرها بشكل صحيح دعونا نتخيل كيف كان سيكون شكل العالم اليوم لو استمرت هذه الاختراعات معنا السيارة التي تعمل بالماء هل تساءلت يوما لماذا لا تخترع سيارة تعمل بالماء بدلا من البنزين؟ تخيل سيارة نظيفة وآمنة وأوفرا للجميع في الواقع تم اختراع هذه السيارة بالفعل في عام 1998 قام المخترع استانلي ماير بتطوير سيارة تعمل بالماء بدلا من البنزين كانت السيارة قادرة على السفر بين مدينتين باستخدام حوالي 80 لتر من الماء وهي كمية بسيطة مقارنة باستهلاك البنزين هذه السيارة كانت تمثل قفزة نوعية في مجال النقل لأنها نظيفة بيئيا وأقل تكلفة لكن للأسف توفي السانلي ماير في عام 2011 ومع وفاته ضاعت براءة اختراعه ولم يتم تنفيذ مشروعه على نطاق واسع مما حرم العالم من هذه التقنية الرائعة انتاج المطر الصناعي فكرة انتاج المطر قد تبدو خيالية لكن بعض العلماء حاولوا تحقيقها لحل مشاكل مثل الجفاف فيليغ لمريش العالم الذي اخترع أداة سماها الغائم تمكن من انتاج المطر والتحكم في الطقس تخير القدرة على جعل المطر يسقط متى وأينما نريد هذا الابتكار كان يمكن أن يحل مشاكل الجفاف ويساعد في تحسين المحاصيل الزراعية وحتى تحسين جودة الحياة في المناطق الجافع لكن للأسف تم اعتقال رائش ومنع تنفيذ مشروعه مما جعل هذا الابتكار يختفي وأصبحت فكرته أشبه بالأسطورة نظام الترميز الرقمي سلوت هذا الابتكار كان سيحدث ثورة في عالم التكنولوجيا والتخزين الرقمي كان يسمح بتخزين كميات هائلة من البيانات في مساحات صغيرة جدا مما يوفر ساعة تخزينية هائلة في أجهزة صغيرة تخيل القدرة على تخزين عشر تيرابايت من البيانات في جهاز صغير جدا بحجم قبضة اليد هذا الاختراع كان يمكن أن يكون مفيدا جدا لمحبي الأفلام والألعاب الرقمية وكذلك للمؤسسات والشركات التي تحتاج إلى تخزين كميات هائلة من البيانات لكن للأسف اختفى هذا الاختراع بطريقة غامضة ولم يتم استثماره بشكل صحيح مما حرمنا من هذه التقنية المتقدمة هناك عدة نظريات تفسر اختفاء النظام منها المنافسة الشرسة ربما تعرض النظام للعرقلة من قبل الشركات المنافسة التي كانت ترى فيه تهديدا لمصالحها الاقتصادية التكتم الحكومي هناك احتمالية أن تكون بعض الحكومات قد رأت في النظام فرصة لتحسين أدائها الأمني والعسكري وقررت الاحتفاظ به سريا العوائق التقنية ربما واجه النظام بعض العوائق التقنية التي حالت دون تطبيقه على نطاق واسع الزجاج المطاطي الزجاج المطاطي أو المرن كان من الممكن أن يكون جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية فهو قابل للطي ومقاوم للصدمات تخيل هاتفا مصنوعا من زجاج لا ينكسر مهما كان في عهد الامبراطور طيباريوس قيصر تم صناعة كاسة من هذا الزجاج المرن لكنها لم تحظى بالقبول من قبل الامبراطور الذي خاف من تأثيرها على قيمة الذهب والمعادن الأخرى مما أدى إلى فقدان هذا الابتكار الزجاج المطاطي كان يمكن أن يستخدم في صنع نوافذ السيارات الشاشات الإلكترونية وحتى الأجهزة الطبية كان يمكن أن يحمي ممتلكاتنا ويجعل حياتنا أكثر أمانا لكن هذا الابتكار ضاع بسبب الخوف والجشع موفر البنزين هذا الابتكار كان يمكن أن يحل مشاكل الوقود ويوفر المليارات حيث يسمح للسيارة بالسير لأكثر من مئة ميل باستخدام أقل من أربع لترات من البنزين تخيل اقتصاد الوقود الهائل الذي كان يمكن تحقيقه الجهاز يعمل عن طريق تحويل البنزين إلى بخار ثم إشعال المحرك باستخدام خلايا نارية هذا الابتكار كان يمكن أن يقلل من التلوث ويوفر الكثير من المال للمستهلكين لكن للأسف توفي المخترع توماس أوغيل قبل تنفيذ مشروعه على نطاق واسع مما أدى إلى ضياع هذا الاختراع وعدم استفادة البشرية منه الصحن الطائر خلال الحرب العالمية الثانية اخترع النازيون صحنا طائرا مضادا للجاذبية وكان وسيلة قوية وسريعة هذا الابتكار كان يمكن أن يحدث ثورة في عالم النقل الجوي والفضائي الصحن الطائر كان يمكن أن يستخدم لنقل البضائع والأشخاص بسرعة فائقة ودون الحاجة إلى مدارج طويلة للإقلاع والهبوط لكن تم منع استخدام هذه التكنولوجيا وحرمت من التطوير مما أفقدنا هذه التقنية الفريدة الكثير من الناس في لندن ونيويورك شاهدوا هذه الأطباق الطائرة لكنها لم تطور بشكل تجاري أشعة الموت نيكولا تيسلا اخترع آلة تدميرية قادرة على خلق جدار قوة مضاد لأي أجسام غريبة هذا الاختراء كان مرعبا لكنه اختفى بعد وفاة تيسلا ولم يحاول أحد تطويره أشعة البوت كانت تمثل خطرا كبيرا على البشرية ولكنها أيضا كانت تمثل قدرة هائلة على الدفاع والتصدي لأي تهديدات خارجية تيسلا كان يؤمن أن اختراعه يمكن أن ينهي الحروب بتوفير دفاع مطلق ضد الهجمات لكن بعد وفاته ضاعت أسرار هذا الاختراع ولم تطور التكنولوجيا بعدما استعرضنا هذه الاختراعات العظيمة التي اختفت يتملكنا الفضول للبحث عن المزيد وربما نكون نحن المخترعين الجدد الذين سيغيرون العالم ابقوا معنا للمزيد من الحلقات المثيرة حول الاختراعات والإبداعات البشرية اشتركوا في قناتنا لمتابعة كل جديد سلام